هو الكلمة فيها لابس عند بعض الناس ما معنى عيال الله؟ هل مولاده؟ أعوذ بالله نحن نؤمن أن الله واحد لا شريك لا قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يرد ولم يرد ولم يقول له قوف هو أحد إنما هناك حديث كلمة عيال الله استخدمت في الحديث واستخدمها العلماء واستخدمها الزلف عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله ده أكتر من طريق كمان أكتر من رواية وفي كثير منها ضعف إنما يتقوى بعضها ببعض وعنا عاوز أقول لكم بس عشان لمن أراد المراجعة وده أنا مبسوط من موقع اسمه عيشها صح الحقيقة برضو واحد بعثولي الموقع الشاب اللي بيتكلم في الموضوع ناقش الموضوع بس بأدب يحسد عليه بأدب نادر وأدب جم فناقش الموضوع بأدب جم لم يتطاول ولم يتسفى فبقول له على الهوى جزاك الله خير الجزاء لما حليت به من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم إنما دعني إن أنا أضيف إلى حضرتك الحديث الواردة في هذه المسألة للعلم وتكون تتمة للعلم كلنا نتعلم والعلم راح من بين أهلك سيدنا عبد الله ابن عمر بيقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وكلمة عيال الله تاني حكررها يعني عالى على الله يعني يعلوهم عارف حضرتك ربنا في رعياتي وكان يرزقهم ويحوطهم بالرعاية والعناية والقرآن يستخدموا اللفظ ده اللفظ ده قرآن يستخدموا فين؟ في سورة الضحة وحضرتك ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى عائلا فقيرا يعني معالا كلمة عائلا يعني معالا خدوا بالكم فانت لما تقول على ولادك انهم عيالي وبتقول برضو على مراتك دول عيالي يعني هل يا صح ما تسؤل عنهم باختصار يا صح انك تقول على مراتك انها من عيالي ايوة اي اعولها قد المعنى بتاع اللغة انت ممكن تبقى داخل مكان ويقول لك معك حد ما وانه تقول له معي عيالي وعيالك تقصد بها مدامك يبقى معنى ذلك انه احنا مهمتنا ان احنا نوضح الالفاظ الدارجة التي يقولها الناس ولا يعرفون ان لها اصلا في الشارع اقول لتاني الحديث بتاع عبد الله بن عمر رضي الله عنه الخلق عيال الله الخلق كلهم عيال الله فاحبوا الخلق الى الله انفعهم لعيالي في الحديث ده رعوه التبراني في الكبير والاوسط وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحبوهم اليه انفعهم لعيالي وده في مسند ابي يعلي والهيسامي في المجمع ايضا ذكر حديث سيدنا انس بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحبوهم الى الله انفعهم لعياله رواه ابي يعلي والبزهر وفيه يوسف ابن عقبة ابن عطية الصفار وهو متروك بالمناسبة وده سبب ضعف هذا الطريق عن عبد الله اللي هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيان الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله ده رواد تبراني في الكبير والأوسط وفيه كذا وكذا وكذا طيب بعديها على طول يقولك إيه قال الجعلوني في كشف الخفاء العجلوني في كشف الخفاء في الجزء الأول الخلق كلهم عيان الله فأحب الخلق إلى الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله يعني إيه من أحسن إلى عياله يعني اللي بيتعامل مع عياله معاملة طيبة مباركة وده ما رواه طبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهق في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا ورواه أبو نعيم وأبو يعليه وطبرانيه وغيره 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 أنا عاوز أقول روايات كثيرة جدا فيها وابن مسعود قالوا بنفس اللفظ فأحبوهم إلى الله أنفعهم لعيالي وده رواه الإمام الديلمي عن أنس رضي الله عنه أرضاه وغير هذا وغير هذا بعده بعده إن شاء الله بمشيئة الله فكلهم عيال الله وتحت كنفه فأحبوا الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وده أيضا رواه الحافظ عبد العظيم المنزري في أربعينه عن أنس ورفعه بنفس اللفظ ده الخلق كلهم عيال الله فأحبوهم وعلى سيدنا عبد الله بن محمد السلمي في تخريجها قال معنى عيال الله أي فقراء الله فالخلق كلهم فقراء إلى الله وهو الذي يعولهم وليه تانية بيتقوى بعضها ببعض لذلك الإمام العسكري قال هذا الكلام اسمه إيه خد بالك من الكلمة دي على المجاز والتوسع على المجاز والتوسع بمعنى إيه بمعنى ده مجاز لغوي يقصد منه استخدام اللفظ الدارج على الناس إلى من يعولهم المرء فالإمام العسكري بقول هذا الكلام على المجاز والتوسع كأن الله لما كان المتضمن أو الضامن لأرزاق العباد والكافل بهم كان الخلق كلهم كالعيال له ونحو ذلك من حديث أيضا في حديث تاني إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول قال أهل القرآن وهم أهل الله وخصاته ولذلك الإمام أحمد بن حرب عمل كتاب اسمه عيال الله اسمه كده لا يخصد به أولاد الله والإمام ابن القيم استخدم هذا المصطلح الله يرحمه في بيقوله كان مبحث إهداء القرب للأموات والإحسان إليهم في كتابك اسمه كتاب الروح كتاب الروح لابن القيم بيقول والخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله وإذا إلى آخر هذا الكلام يعني أنا أكتفي بذلك القدر لمعرفة هذا الكلام لكن عموما حديث الفقراء عيالي والأغنياء وكلاء حديث موضوع يعني